إذن الحديث أكثر عن ملف في الزراعة وهجرة المزارعي لأراضيهم ينضم إلينا رئيس الجمعيات الفلاحية السابق الشيخ مقداد الياسري حياك الله مرحبا بك شيخ مقداد مثل ما شاهدنا هذا التقرير قبل كثير من المواد هنا قتل متعمد للمساحات الخضراء في العراق السؤال هو من هي هذه الجهات التي تقوم بهذا القتل المتعمد وإن الجهات المسؤولة الحكومية عن محاسبة هذه الجهات تفضل مساء الخير تحياتي لك وإلى مشاهديك الكرام طبعا أكيد الواقع الزراعي بالمحافظة وأزمة شحة المياه ألقت بظلالها على القطاع الزراعي ومحافظتنا من المحافظات التي تعتمد بشكل أساسي في مردودها الاقتصادي والمعايش للعوائل الفلاحية من خلال الإنتاج الزراعي سواء في مجال النباتي أو الحيواني حقيقة سبب يعود إلى ملف إدارة الموارد المائية بشكل عام الآن هناك انتكاسات تعرضت لها الوزارة في تنظيم وإدارة ملف الموارد المائية سواء كان على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج لأن العراق هو بلد مصب وليس منبع وبالتالي الدول المتشاطئة مع العراق قد استطاعت في ظل الظروف الحالية أن تهيمن على الحصص المائية وتحرم البلد من تلك الحصص وبالتالي نجد هذا الموضوع قد تأثرت فيه الشريحة الفلاحية بشكل أساسي وانسحب الموضوع لأكثر من هذا وما حصل من اختلال في التوازل السكاني من خلال الهجرة التي تتعرض لها محافظة الذقار ومحافظتنا تقع في ذنائب الأنهر بحيث نحن في ذنائب نهر الفرات وكذلك موضوعة المناطق الواقعة على عمود الغراف باعتباره من مصدره من دجلة من مقدم سدة الكوت يمر في وحدات إدارية متعددة وهذا كل ساهم في قلة الحصص المائية للفلاحين وخصوصا في المناطق الواقعة في جنوب المحافظة أو في الجانب الشرقي من المحافظة لذلك نجد الآن مناطق عديدة من المحافظة تعاني من موضوعة شحة المياه وانعكاساته السلبية على الشريحة الفلاحية نعم أهلا بك من جديد شيخ مقداد شيخ مقداد هل ملف الزراعة يعاني من سوء التخطيط ولصالح من كل هذا نعم طبعا الموضوع القطاع الزراعي بشكل عام هو يفتقر إلى الخطط الزراعية وطريقة إدارة الملف الزراعي بحيث أنه احنا كبلت من البلدان كنا المصدرة للإنتاج الزراعي ومن الحبوب تحديدا الآن نلاحظ أن هناك موضوع وقد يكون أشبه بالمقصود من خلال ما نلاحظه في تدنى الإنتاج الزراعي يعني نحن نتحول من بلد مصدر إلى الإنتاج الزراعي إلى بلد يستورد 85% من الإنتاج الزراعي الآن العراق وفق الإحصائيات الرسمية يستورد 80% من الإنتاج الزراعي وينتج 15% فقط هذا طبعا أكيد ما يكون عن فراغ وهو عن سوء التخطيط وعن الأهداف وقد أكيد هناك أجندة خارجية قد تدخلت في هذا الموضوع وإلا العراق بلد خير بلد منتج احنا عدنا على مستوى محافظة ذيقار عدنا على سبيل المثال 42 ألف دونم من بساتين النخيل عدنا قرابة 500 ألف دونم من محصول الحنطة والشعير عدنا قرابة كنا نزرع 80 إلى 90 ألف دونم من الشلب في المناطق الجنوبية من محافظة ذيقار عدنا عدد هائل من المواشي وخصوصا في مناطق جنوب المحافظة في الأهوار الوسطى في قضاءة شبايش عدنا بحدود 52 ألف رأس من الجاموس حقيقة هذه موارد متعددة هذه الموارد لم يتم توظيفها لغرض دعم الاقتصاد الوطني وإنما تركت على كاهل الفلاح وتركت بهذا الشكل لذلك نرى أن الموضوع سلبي ومستمر في هذه العملية إلا في حال تدخل حكومي وبشكل صحيح ودقيق وواضح لغرض انتشال القطاع الزراعي وانتشال أبناء الشريعة الفلاحية اللي هم يشكلون 65% وهذا طبعا حتى انعكاساته حتى على الجانب الأمني أكيد أنه عندما نفقد الزراعة سوف تكون بطالة والبطالة حاضنة الإرهاب أشكرك جزيلا شكر أكيد هذا الملف رح يبقى مفتوح وإلنا لقاءة ثانية رئيس الجمعيات الفلاحية السابق شيخ مقداد الياسري شكرا جزيلا حظر شكرا جزيلا